موسيقى السلام عليكم يا جماعة الخير معكم عادل من قناة انفينت جيم فيديو اليوم عن 51 معلومة يجب معرفته عن لعبة الساسينت غريد فلاحالا طلت علينا يوبسط بشكل مفاجئ مؤخرا لتزيح ستارة عن أحد هذه الأجزاء سلسلة الساسينت غريد الذي سيحمل عنوان فلاحالا الذي ساتينه بعد القطاع حيث فضلت الشركة تمنح المطوري مزيد من الوقت لقدم تجربة أفضل في واحد من أكثر سلاسة نجاحة لديها يوبسط قدمت عدد سلمائي لهذا اللعب لكنه ربما لم يكشف كثير من التفاصيل عن المغامل التي ستنتظرنا إلا أن المطوري أجوى سلسلة من المقابلات مع مواقع مغتل فهو تحدث عن تفاصيل لم نلاحظه بالعظ وأنا سوف أصل لكم بهذا الفيديو كل من المعلومات عن اللعبة من القصة حتى أسلوب اللعب طيب يا جماعة الخير خلونا نبدأ بأول معلومة عن لعبة الساسينت غريد فلاحالا ومشاهدها ممتع لجميع جزء بالها لتجري أحداثها بالقرن التاسعي بحقبة الفايكين خلال العصر المظلم للإنقتر وتحديدا في فترة بين عام 873 و 880 تعد إنقتر في عصر الفايكين أم مزقة بين قادة ضعفة أم مالك متناحل تقبع ثروات وأراضي برية تحت هذا الفوضى وتلك الثروات شكل تعوامل مغرية للفايكين الذين كانوا يقتنون بالأراضي وجباد ذات بي أم ثلج والقاسي والتي تتشح فيها الموارد مجل البحث عن مناطق جديدة ليستوطنوا فيها وكانت إنقلت المقسمة بين مطامع ملوكها وفي اللعبة سنعيش مغامرة مع البطل آيفر هو فايكين سيشغل مام البحام النروج إلى الإنقلتر بحثة عن موطن جديد غني بالثروات ليستوطنوا به وخريطة بالأهالة تضمن نروج هو الموطن الأم لبطلنا الذي يمكن نعود إليه بعد مغادرة الفايكين بجانب مالك الإنقلتر الأربعة وسوف يواجه آيفر في مغامرة أعداء وخصوم عرفنا منه الملك ألفر من مملكة ويسكس التي ستولى مهمت كبح جماح الفايكين وهو ملك الذي له كان دور كبيب في توحيد مملكة إنقلتر متفرقة وصد هجوم غزات الفايكين والمؤلف يأكد بأن القصة ستكون فريدة جدا وأكد المطوء بأن طريقة سرد الأحداث ستكون مغير تماما لأي قصة رأيتها والمطوء الذكر بأن القصة ستعجب عشق السل بشكل أكبر وهي مميزة عن قصة أخرى وحتى أن أحده مصرح بأنه لا يعتقد بأن أحده قد جرب قصة وأحداث مثلت صدقة تم أساسين غريد فالهالا وتم التأكيد عول الشخصية التي لحظة مقالل منتج بأنه سيتم تقدين جزء القصة بالمعاث بشكل مغير كليين وسيتم ازداء مع الجزء الخاص بالشخصية آيفر بطريقة مبتكة بجد تقدين تجبه مختلفة تماما عن ذي قبل قلنا بأن أحداث اللعبة تدور بعصور المظلمة وسميت بذلك نظر القلة المعلمات عن تلك الفتاة والحروب والصراعات الدموية التي انتشرت فيها لكنها كذلك تعتبر فتاة محورية فهي ساهمت في إعادة بناء العالم الغربي وكشف كاتب القصة للعبة أنها مسافل عدد من البلدان وتطلعوا على نتاج الحفريات والأثار يحصل على حقاق حول الفايكين كلعبة Assassin's Creed لا بد من تحرر الوقاع التاريخي وهنا استعانت الشرق بالمؤرخ تيري نوي لتخدم حياة الفايكين كما هي فالغزوات والأسلحة والتفاصيل الحياة اليومية والعادات سيتم اقتباسها من الكتب والوطاقة التاريخية التعامل اللعب مع حقبة الفايكين سيكون مختلف عن باقي العنوين من ضمنها غادوف فور فالتلك العنوية ركزت على ميثالوجيا بينما ستتوخي بسفت الوقاع التاريخي أكثر ورغم ذلك ستلعب بساطية دور مهم حيث يسيقوم آيفو جمع بالتخوص وشاعر لكي يرد عليهم المعروف خلال القتال كما رأينا بالعرض القتال تم تغيب بشكل يجعل اللعب يشعر بأن كل ضربة مؤثرة بشدة كمقاتل الفايكين يمكنك مجابة عداك بقوة عنيفة ووحشية حيث تستطيع قطع رؤوسهم مما يعكس وحشيتها ولاء المقاتلين ستبتلك ترسام لسلح المقاتل عداك مثل الفؤوس أو السيوف أو حتى الدروع ستدقعنا خصومك من خلال اشتباك معهم عن قرب أو امطارك بوابة من الأسهم أو اغتيالهم بخنجر المغفية وإيضا سنشهد عودة الدروع التي تختفت في جزء أوديسي وكذلك ستتمكن من رمي الفؤوس على خصومك وستخدام سلاحين للقتال بنفس الوقت يمكنك حمد درع وسيف أو الدرعين لحماية مضاعفة وأيضا سيستخدم اللاعب سفن الفايكين طويلة المعروف بسرعة للتنقب بالبحار ويمكنها رصد الحصون من المياه من أجل غسوة من قبل آيفر واتباعه ولأن هناك معارك بحري كتجك التي تشاهدناها في أجزاء الماضية مثل قصف السفن بالمدافع فاستخدام السفن الطويلة سيكون هدف التكتيك أكثر لإعتماد على سرعة العالي لهرب أو لحمل الموارد وسوف يتم إضافة نظام الغارات حيث يمكن البطل آيفر أن يستحب مع فرقة من الناهبين لشن غارات على الحصون أو المعسكرات حيث يتم إثالة الفوض من أجل نهب الغنام والحصول على موارد المستوطنات وفائدة الغنام التي يتم سرقتها قد تكون عناصر خاصة للبناء أو موارد غذائية أو حتى أسلحة متطورة يتم وضع الغنام في لونغ بوتس والاعتماد على سرعة للهرب سريعا وفرقة الناهبين يمكن أن تضيف إليها أشخاص جدد عبر التوظيف كمحاربين أقوية صادف برحلتك وكما يمكنك تطوير هذا الفرقة وتعزيز مهارات التي تصبح أقوى وفي المعارك الضغمة التي عرفناه في الأوليسيس ستعود وستكون جزء من القصة وفي أرض هذا المعارك سيكون هناك زعماء أقوية مثل الذي رأيناها بالعرب سيكون لديه نقاط ضعوة تمكن من تغلب عليه وسيكون هناك تنوع بالعداء وسنواجه نوع جديد من العداء حتى بعد 20 ساعة من اللعب هؤلاء سيحملون أسلحهم مختلفة مما سيجدد تحدي دوما وهناك أيضا نشطة جانبية منوعة باللعبة يمكنك تمتع بها مثل الصيد أو يمكنك مشاركة في المنافسات النرويجية التقاليدية مثل تبادئ الإهانات بالصور الشرعية وبعد سينوي كارس بالأجزاء الماضيين سنشهد بذلك جزء وجود طير مرافض الشخصية وهذا المرأس سيكون الغراب الذي سيكون عينك التي ترى بها السماء واختير الغراب نظلا للتباط بالساطير النورودية مثل جزء الأودسي يمكنك أن تختار لعب الشخصية الذكر أو أنثى مع وجود خيارك تعديل على الشخصية مثل الشعر والدات والثياب بجانب التعديل على شكل البطن يمكنك تعديل على سفينتك وعشيرتك ورفقائك المقاتلين وأيضا ستتمكن من إنشاء مستوطنات وتوسعتها لتكون وطن عشيتك الجديد ويمكنك تخصيص مستوطنك من خلال إنشاء بنية قابلة الترقية وفتح مزايا مهام جديدة من خلال بناء سكنات الجنود وورشة حدادة واللعبة ستضمن نظام اختيارات من خلال سلسل القرارات ستعين عليك اتخاذ خلال تقدم بالقصة ومنها قرارات سياسية وأخرى تتعلق بين شاء التحالفات ووجود خيارات أثناء الحوارات والنظام الخيارات مطور أكثر من أول سيفا ربما تتخذ قرار بالتفاوض أو الحرب وهذا سيؤثر على مدار الأحداث وقد يكون هناك قرارات تضطر في أن تضحي بعض الأمور وهذا قد يؤثر على تدمير مستوطنك والترقية لمستوى أعلى ويؤكد المطور بأن العنف لن يساعدك دوما بتحقيق مرادك بل قد ينعكس سلبا عليك وهنا نصحون بالدبلوماسية وهمية عند التعاون مع الآخرين والتفاوض معهم ويمكنك التعاون مع الملوك أو القادة بالهجوم على الحصول لتحصل على ما تريد دون عناء فهذا قد يكون لهدوء في تغيير القصة والدبلوماسي ويقام التحالفات قد يشكلان وسيلة توسيع نفوذك ويمكنك إنشاء تحالفات عبر الزواج الذي يهدف للتوحيد العشار وتوطيد العلاقات للتحقيق مصالح معينة ويجب أن تنتبه لفعالك وأقوالك باللعبة لأنها تنعكس على سير التحالفات وتؤثر بمسيرتك الجزء الفلاحال لأنه يكون آخر جزء بالسلسلة لكن الكاتب الذكاء بأنها ستكون بمثابة ترخيص جيد للقصة حيث سيكون بمثابة الخاتم الكثير من تساؤلات التي تتركها الجزاء الماضية وربما سنحصل أخيرا على إجابات على نهاية الإجزاء السابقة وسوف يصالف آيفر في الإنجلت المجموعة من الأساسنس المعروفين باسم The Hidden Ones وأيضا Order of the Innocence ولن ننسى رمز الأساسنس الذي سيعود بعد غياب وسوف يحصل آيفر بعد لقاب الأساسنس في الظروب معينة على Hidden Blade والتسلس يعود مع إمكانية اختفاهه في الظلام ومهارة سابقة ستعود هي إمكانية اختفاهه بين الحشود لجنب الأعداء وعباءة الأساسن وغطاء الراسي عودان مع إمكانية داهة أو نزعة والحضار الأولى ستعود من جديد لتم ربطه مع القصة سيكون هناك شجرة مهارات كبيرة تضم مهارات من نوع تطور بها شخصيتك أو عشيتك أو مرافقيك بمهام الريد لن يكون هناك نسخة مختلفة من السلاح نفسه كما حصل مع Origin أو Odyssey بل سيكون هناك نسخة واحدة فقط من السلاح قابل للتطوير ويمكنك استخدام نفس المعدات والأسلحة من أول لعبة لنهايتها اللعبة لن تضم نظام الترقية التقليدي كما رأينا في الأدسي والذي كان مع تمديل على ضرورة وصول الرقم معين خيث تم استبدال ذلك بالقوة فسيكون هناك تركيز أقل على الترقية مقابل تركيز أكبر على القوة فتبعا المهارات التي ستكتسبها ستحصل على قوة أكبر المخرج صرحة بأن الجزء الجديد سيتجنب مشكلة الـ Level Gating الذي رأيناه في الأدسي حيث كان يتعين عليه تنفيه كثير من المهام الجانبية وحتى نشاطات أخرى فقط ليتم رفع المستوانة كي يتمكن من فتح المهام القصة وبحسب المخرج زيتيح لأن اللعب المحتوى حسب ما نشاء فمن يفض التركيز على مهام القصة يمكنه ذلك ومن يريد أن يوضع الوقت أكثر بترقية المستوطنات يمكنه فعل هذا اللعب هو من يساعد لكيف يريد أن يستهلك المحتوى وتلك كانت واحد خمسين معلومة يجب على اللعبين معرفته عن لعباتها ساسن سكريد المقبلة ولكن حسن تلتقي هذه اللعبة المستوى توقاعات وطموح عشاقة بالنسبة لي كشخص الميفوت ولا جزء مسلسلة يمكن أن يقول بأن هذه اللعبة ثالث حماسي فيه تمتلك عناصر جديدة سواء تركز أكثر على الخيارات ومبدأ التأثير على القصة ولكن الأهم بالنسبة لي كان معالجة مشاكل أوديسي الخاصة بمستويات ونظام التقدم بجان تأكيد اهتمام أكثر بالقصة وربطها بالأساس لتكون كتخليص الأجزاء الماضية فكذلك العناصر تمثل بوادر مبشر بالخير ونأمل بأن تحسن يوسى التطبيق لتقدم لعبة رائعة تستحق اسم أساسنس كريد بحق وبالختام يبقى أن الذكاء بين الجزء بالأهالي سيصدق في الموسم الأعياد المقبل على الجيل الجديد والحالي والحاسب الشخصي ومنصة ستيريا واللعبة ستدعم ميزة Smart Delivery أي من مالك وأساسنس كريد بالأهالي على إكس بوكس ون سيحصلون عن نسخة إكس بوكس سيريس إكس مجانا طيب يا جماعة الخير هذه كانت تفاصيل لعبة أساسنس كريد بالأهالي لا تنسوا تدعموني باللايك وشير وشاركونا بالتوقعاتهم إلى هذا الجزء الجديد كان معكم مع عدم قناتين فيني جيمين وانتقانا في فيديو القادم السلام